السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا يستفيد من الحلقة اللي نبقى قدمه لكم أول بأول تعالوا باننا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه خبر جديد وحصري جايب لكم خبر مفيد جدا ومهم جدا لكل عشاء الرياضة والكل عشاء بطولة كاسة الأمم الأفريقية اللي بيتابع المبارات كلها أول بأول أمر مجانة نتفرج من خلاله على كل بطولة أفريقيا ولحد وقتنا هذا زائع كل المبارات عشان نضيف تردد الأمر ده على جهازك لو القائمة اللي عندك خلاف اللام بشرح عليها بسهولة جدا هتدخل على الشراحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها كل الشراحات لكل أنواع الرسافرات وكل أنواع شاشات العرض ومن خلالها هتقدر تضيف التردد على جهازك بكل سهولة أما بالنسبة لقائمة الأجهزة الميني هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ووقف على كلمة تركيب وضغط أوكي هيزهر لقائمة تانية وفاقة قائمة ترددات بنزل على وضغط أوكي وفي حالة التعامل مع القائمة الإنجليش هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ووقف على قائمة وفاقة كلمة إنسليشن هنضغط على بزرار أوكي هيزهر معايا قائمة تانية وفاقة كلمة ترانزبوردر اللي استبانزل على كلمة ترانزبوردر وضغط أوكي أما في حالة ما بضغط من الرموت على الزرار المينيو وملقاش كلمة إنسليشن ظهر عمد على الشاشة بعد ما هنضغط على الزرار المينيو هتحرك بالاسهم اليمين والشمال او فق او تحت حسب الخيمة الموجودة عندي. مجرد ما بضغط على زرار المينيو هتحرك بالاسهم. هيظهر لكلمة انسيليش انا اقف على ايه وضغط اوكي. وانزل على ترانزبورد الليست وضغط اوكي. كل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الاحمر. واكتب التردد بتاع اللي وحداشر تسعمية. وبنزل على معدل الترمز بخليه سبع عشرين خمسمية. وانزل على القطبية اغغار هخلها ايتش او هوروزينتا لان طريق سهم اليمين والشمال. بعد كده بضغط اوكي. واجه الخطوة اللي بعد كده وانا واقف على التردد اللي انا اضفته. هضغط من الرموت على الزرار الازرق وهضغط اوكي. وبالتالي الجهاز هيبحث التردد وهنزل لمجموعة قنوات جميلة جدا. مجموعة قنوات الامر الافريقي اللي انا بسمي الامر الافريقي لاني بيزيع اغلب مباراة دور ابطال افريقيا. بالاضافة الى الدوريات الافريقية ومنها كاس الامم الافريقي اللي بتزعب المجان الان بتزعب المجان الان على تلتة او اربع قنوات موجودة على الامر دون. منها قناة ارت وان وارت بي. والقناة التالتة اللي انا مرتبها في القائمة اللي قدام حضراتكو دي او ارتي بي. يعني تلتة او اربع قنوات. بالاضافة لقناة السنغال ما ننساش التيفي ام سنغال. قدام حضراتكو في القائمة تلتة او اربع قنوات القنوات دي بتزيع بطولة كاس الامم الافرقية المقامة حاليا بالكاميرو لنوز متنة وشين. موجودين على الامر يوتل ساة موقع تسعة درجة شرق. الامر سهل جدا جدا استقباله باطباق تبدأ من ستين او سبعين سنتي. مياباتا عن نفس مركبه على طبقة سبعين سنتي وشغال كل الخنوات بدون ادنى مشكلة. وبقول مرة تانية الامر موجود عليه خنوات افرقية بتزيع كاس الامم الافرقية. وده تردد القنوات حداشر تسعمائة معدلة ترميز سبعين خمسمية والقطبية اتش او هرزين تلاقفقي. بيعمل باشارة جيدة ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنزام الاتش دي. او شاشة عرض بتاعتها على رسيفر داخلي بيتعامل بنزام الاتش دي. عشان تقدر تستقبل الباق الافرقية وتستمتع ببطولة كاس الامم الافرقية بالمجان على جهازك. بكده حلقة النهاردة خلصت وبالنسبة اللي بتتفرج على خناة الاول مرة. ما ينساش اللايك واشترك في الخناة واهم حاجة يفعل الجرس عشان اوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.